أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة ومخيبة للآمل وخلال استقباله سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيا جوتيرش أشاد شيخ الأزهر بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني ودعم العدالة وحقوق الإنسان في غزة من جانبه طالب جوتيرش المجتمع الدولي أن يطلع بمهمه بالقرارات وليس بمجرد الكلمات معبرا عن إصراره عن ممارسة الضغط على المجتمع الدولي حتى يتم احترام حقوق الفلسطينيين وتقليل معاناتهم